عمر أمام هذا التعثر في وصول الوفود اليمنية إلى طاولة المفاوضات الأمم المتحدة كيف تتغلب على هذه العراقيل الأمم المتحدة تحاول أن تتغلب على هذه العراقيل قبل ساعة من الآن أرسل المكتب الإعلامي للأمم المتحدة خطابا وقال فيه أن منذوب السلام الأمم إلى اليمن يواصل مشاوراته مع وفد الحكومة اليمنية هنا لمحاولة مناقشة قضايا تبادل السجناء وإعادة فتح مطار صنعاء وإيصال المساعدات الإنسانية ويواصل جهوده لمحاولة وصول وفد الحثيين إلى جنيف هذا كل ما تستطيع أن تفعله الأمم المتحدة الآن نظرا في تعنث الحثيين واشتراطاتهم للوصول إلى جنيف لكن يسجل للوفد الرسمي الحكومي اليمني أنه ما زال باقي في جنيف رغم تعثر بدء المفاوضات لكن عمر في حال استمر الوفد الحثي في تعنته وأصر على عدم الوصول إلى جنيف كيف هو مصير المفاوضات إذن؟ كيف سيكون؟ بالأمس رئيس الوفد الحكومي اليمني وزير الخارجية خالد اليمني قال أن الوفد الحكومة سيتخذ موقفه خلال ساعات وأن بقاءه في جنيف لن يبقى إلى حين موعد انتهاء المفاوضات كما كان معلنا سابقا في العاشر من الشهر الجاري بمعنى أن ربما خلال الساعات القادمة لكن من المؤكد أنه خلال هذا اليوم الوفد الحكومي اليمني سوف يتخذ قراره إما بالمغادرة أو ضمانات بوصول وفد الحثيين بالتالي يبقى في جنيف وتبدأ المفاوضات نعم عمر الأمم المتحدة قالت أنه لا مفاوضات اليوم الجمعة هل تم تحديد موعد آخر لهذه المفاوضات؟ هذه نقطة هامة المفاوضات كان من المفترض أن تبدأ يوم الخميس في يوم الخميس أرسلت الأمم المتحدة أن المفاوضات لم تبدأ أو في يوم الأربعاء مساء ليلا أرسلت أن المفاوضات لن تبدأ الخميس وتتنطلق الجمعة بالأمس قالت أن المفاوضات ستؤجل ولن تنطلق الجمعة ولم تحدد موعد السبت مثلا كموعد لبدء هذه المفاوضات هذا يطرح تساؤل ما هو مستقبل المفاوضات هل ستبدأ في القريب العاجل إذا ما وصل وفد الحوثي؟ أم أن الأمم المتحدة أيضا ليس لديها ضمانات بدء المفاوضات يوم غد السبت؟ بالتالي هذه الأسئلة ربما تتضح الإجابات حولها في الساعات القليلة القادمة عمر بشير مراسل الغد كنت معنا من جينيف شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر